اشتركوا في القناة أداف ميخوص متابع الأعزاء يوم الاثنين بالنسبة ليوم الثلاثة القادم بحول الله فخلال الفترة الصباح يستطرف المملكة استقرارا في الأجواء في معظم المناطق المغربية كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج أما في ميخوص يوم الأربعة القادم بحول الله فدائما أجواء صعفية على مستوى المناطق الشمالية والمستوى كذلك المناطق الجنوبية ومن المتوقع خلال فترة بعد زوال يوم الأربعة أن تارف السواحل الأطلسية الجنوبية وهبوب رياح شمالية قوية وهبوب رياح كذلك شرقية على مستوى الواجهة الشرقية وكذلك المناطق الوسطى من المغرب في ميخوص متابين الأهزة يوم الخميس القادم بحول الله فخلال الفترة الصباحية دائما استقرار في الأجواء في معظم المناطق المغربية مع احتمال نزول زخات مطرية متفارقة على مستوى المناطق الشرقية من المغرب بحول الله وقوته وخلال فترة بعد زوال يوم الخميس بحول الله من المتوقع تارف مرتفعة الأطلس الكبير وكذلك المتوسطة نزول زخات النامطرية ستكون رادية بحول الله ويهم الأمر متابين الأكارم وتطلح أشكي كوميل تقنفرة بني ملال تبانت وكذلكات غيرة مع استقرار الأجواء بباقي المناطق الجنوبية من المغرب ومن المتوقع دائما يوم الخميس بحول الله تارف المناطق الجنوبية من المغرب وبريح شمالية قوية على مستوى السواحل الأطلسية وكذلك على مستوى المدن الداخلية ترجمة نانسي قنقر